اشهد سعادة سيد علي بن محمد الرميح وزير الاعلام بشراكة الاخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وما تشهده من تقدم ونماء على جميع الاصعادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية وتميزها على الدوام كأنموذج في الاخوة والحرص المشترك على صون الامن القومي العربي وترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين الاديان والثقافات واشار سعادة الوزير في تصريح لوكالة انباء الامارات وام بمناسبة اليوم الوطني التاسع والاربعين لدولة الامارات العربية المتحدة الى اعتزاز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وفخر الامتين العربية والاسلامية بالمسيرة الاماراتية الاتحادية والتنموية المباركة التي ارسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الانهيان طيب الله ثراه وتواصلت على طريق التقدم والازدهار بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله ودعم اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله وقال سعادته ان من حق دولة الامارات ان تزهو بنجاحاتها وانجازاتها الاقتصادية والتنموية والعلمية الاستثنائية التي ثاقت التوقعات والطموحات وعانقت الفضاء باطلاق مسبار الامل كأول مهمة عربية واسلامية لاستكشاف كوكب المريخ وتشغيل محطة براكة لانتاج الطاقة النووية السلمية وغيرها من المبادرات الرائدة واكد سعادة وزير الاعلام وصلة الشراكة البحرينية الاماراتية الاخوية في دعم الامن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط التنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لتوحيد الصف العربي والاسلامي في مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف والارهاب فضلا عن متابعة جهودهما المشتركة وتضامنهما الانساني في دعم البحوث العلمية الدولية في مكافحة جائحة فيروس كورونا في سياق سياستهما الحكيمة والمقتدلة من أجل خير وأمان ورخاء وسعادة الإنسانية